دواتيرة تناظر أجواء الحربين العالميتين الأولى والثانية يرتفع سقف التهديدات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم كييف والعمود الفقري لعتاد جيشها فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتردد كثيراً في الإعلان عن قصف منشأة عسكرية أكرانية بصواريخ باليستية متوسطة المدى تفوق سرعة الصوت غير مدمجة بالأسلحة النووية كرسالة تحذير منه لحلفاء أكرانيا بصفة عامة ولواشنطن ولندن بصفة خاصة عن إمكانية شن الجيش الروسي هجمات مماثلة ضد منشآت لهما بعد ما استخدم الجيش الأكراني صواريخ أتاكمز الأمريكية والسطورما البريطانية ضد منشآت عسكرية روسية داخل عوق البلاد بمدينتي بريانسك وكوريسك التهديد الروسي يشمل كذلك الدول الأعضاء في حلف الناتو الذين بادروا منذ شهور الحرب الأولى بتقديم الدعم العسكري لكييف الهجوم الروسي ضد المنشآت العسكرية الأكرانية بمدينة دينيبرو بوسط البلاد اعتبره الرئيس فولاديمير زينيليسكي تصعيداً واضحاً وخطيراً في الحرب مؤكداً أن استخدام موسكو لنوع جديد من السواريخ الباليستية دليل على عدم رغبتها في تحقيق السلام ومطالباً دول العالم بإصدار إدانة قوية ضد ما وصفها بالوحشية الروسية البنتاجون قفز إلى أبعد من ذلك بوصف تصريحات الرئيس الروسي ضد واشنطن وحلفاء كييف بالمتهورة ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تحمل بين طياتها خطورة كبيرة لا يمكن التقليل منها وما يزيد من غموض مستقبل الأزمة الأكرانية ويهدد بتصعيدها هي وقوعها زمنياً الآن بين إدارتين أمريكيتين مختلفتين تختلفان إلى حد ما في دعمهما لكييف بين ترامب الذي يؤكد أنه قادر على إنهاء الحرب سريعاً وبايدن الذي تعهد مؤخراً بتقديم حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف ما قد يزيد من توطرات الساحة التي أعلنت روسيا تغيير عقيدتها النووية من أجل حسمها